اتخطف اتخطف؟ اتخطف ازاي؟ انتوا عرفتوا اسمي منين وعاوزين مني ايه؟ ما تخفيش احنا جايين نساعدك افتكرت انتوا كنتوا في مطعم الكشري بترقبونا ليه؟ وديتوا اخويا فين؟ نادية احنا في صفك صدقيني تقدري تسقي فينا احنا بعد ما مشينا من مطعم الكشري شفنا صورتك انتي وحسن على السوشيال ميديا وتواصلنا مع باباكي وعرفنا انكم سبتوا البيت لو سمحتوا ما تدخلوش في حياتي على الاقل خلينا نساعدك نلجع حسن اخوكي وفرض انكم عاوزين تساعدوني هتقدروا ازاي على اللي خطفوه؟ انت تعرفيهم؟ لا اول مرة يكلمونا النهاردة عرضوا علي شغل وجيت حسن بالمعاد كانوا هيخطفوني بس حسن دافع عني وجينا نهرب مسكوا حسن طب واحدة واحدة وكله هيبقى تمام وليلي كنتي بتتواصلي مع الناس دي ازاي؟ ليه؟ لو بتكلميهم على الموبايل مثلا نقدر نعمل تتبع للرقم لحد ما نوصل لمكان حسن هتعملوا دا ازاي؟ انتوا اولاد وبنات صغيرين بس عندنا تكنولوجيا من المستقبل تقدر تساعد انت تطلعي ايه اصلا؟ ما تخفيش اتطمني احنا اصحابك وجيين نساعدك تعالي معنا عشان نتكلم براحتنا حكاية غريبة جدا نادي عندنا في مقر العمليات لازم نتحرك بسرعة عشان ننقذ اخوها وفي نفس الوقت عايزين ها ترجع لأهلها علشان نتحرك صح هبلغ الشرطة متهيالي الموضوع مش مستاهل البنت اللي تهرب من بيدها وتدور على شغل علشان تصرف على نفسها وعلى أخوها أكيد وراها حكاية كبيرة خايف الإجراءات تاخد وقت ما تقلقش دي حالة طرقة وقرار فيها هيصدر بسرعة يا رب قضية خطفة حسن ما كنتش متخيلها بالصعوبة دي عندنا خط نقدر نبدأ منه وهو رقم موبايل الخاطف اللي كان بيتكلم منه مع نادية هي قالت ان فيه واحد اسمه عنطر استدرجهم عشان يخطفهم العمليات الغير شرعية بيستخدموا فيها أرقام مؤقتة ومش مسجلة في قاعدة بيانات شركات الاتصال يعني الرقم ده عنطر ما تكلمش منه غير مع نادية اتكلم مع رقمين تانين الرقم الأولين يخص شركة تأجير سيارات والرقم التاني متسجل باسم واحد اسمه زكي ممكن نبدأ من زكي أكيد عنده معلومات مهمة هتحرك أول ما نور يوصل جمعت شوية معلومات عن زكي وعرفت إنه بيشتغل في توريد المواد الكيموية والمستلزمات الطبية غريبة قوي العصابة اللي خطفت حسن هتحتاج الحاجات دي من زكي ليه؟ الموضوع بيتعقد أكتر أتمنى زكي يعترف بمعلومات تفدنا ما اعتقدش إنه شريك معاهم وإلا كانوا تعاملوا بحرص أكتر وما توصلوش معايا من رقم الموبايل ده زكي زهر أستاذ زكي أيوانا أوامر عاوزين نعرف من حدثك معلومة خاصة بعميل تكلم معاك مبارح ما اعتقدش إنه في سنكم هيكون شرطة والشرطة هي الجهة الوحيدة اللي من حقها تسأل عن معلومات زي كده هتفرق معاك لو قلنا إنها مسألة حياة أو موت والله للأسف ما قدرش يساعد بعد إذنكم الوقت بيضيع ومش عارفين نساعة حسن اللي ما نعرفش اللي خطفوه دول عمل وفيه إيه ما تلقش عملت حسابي مش فاهم أنا استغلت الوقت اللي قفنا فيه مع زكي ودخلت على موبايله وقدرت أنسخ المكالمتين اللي تموا مع عنطر عاش والله التسجيلات دي متهيئة لي هتحل اللغس المكالمة الأولى أيوة ألو إيه الفتح للمستلزمات الطبية معاك يا فندم محتاج أدوات جراحية مشارط، مقصات، جوانتيات، مطهرات ممكن تكون جاهزة إمتى كل ده موجود عندي تقدر تستلمه النهار ده لو تحب بس قلت طلبية بالتفصيل لو سمحت هبعتها لك على الواتس دي كانت أول مكالمة، ندخل على المكالمة التانية؟ ألو، الفتح للمستلزمات الطبية أهلاً وسهلاً أنا عنطر، جاي لك الساعة خمسة عشان أستلم منك الطلبية كاش ولا فيزة يا فندم؟ هدفع كاش تمام في انتظارك يا فندم زي ما كنت بفكر زكي مش شريك العنطر مجرد عميل مش أكتر نفهم إيه من المكالمة دي؟ الخاطف هيشتري أجهزة طبية وأدوات جراحية ليه؟ هل عنده عيادة أو مستشفى؟ مش عارف جايز تكون صدفة عندي لكي خبر حلو يا نادية باباكي جاية علشان يأخذك بابا؟ هو عارف مكاني؟ أيوة يا نادية وجاي يرجعك البيت مين قال لني عايزة أرجع؟ نادية، تكلميني بصراحة إيه المشكلة اللي بينك وبين باباكي؟ عايز يجوزني الواحد أكبر منه نعم، إزاي؟ أنت لفة صغيرة قوي عمل كده مع أخوات البنات وكلهم اتجوزوا في سني أنا أختي الكبيرة عندها ست أطفال وأختي اللي بعدها عندها أربع أطفال وأختي اللي بعدها عندها برضو أربع أطفال هو أنتو كام؟ ست بنات وولدين وباباكي مقدرش يصرف عليكم وبيجوزكم صغيرين وطبعاً أخواتك الولاد ما كملوش تعلمه أخوي الكبير سيد ما دخلش المدرسة وحسن فسادت ابتدائي وبابا قرر يخليه سيب المدرسة ويشتغل في الورشة فهمت وإنتي هربتي ودورتي على شغل لأنك عاوزت سادي حسن يكمل تعليم مظبوط وعنطر ده اللي كان عايز يخطافك عارفتي منين؟ لقيت الرقم على النت كان كاتب أنه عنده بكتب توظيف والد نادية جامس عادي خليه استنى نادية مش هنفع تقابله دلوقتي نرتب أمورنا الأول ونشوف هنأعمل إيه ده تاني مكان اتكلم مع عنطر من رقم موبايل وطبعا لو حاولنا نسأل الناس عن أي معلومات مش هيجاوبوا طبعا سرية بيانات العملاء حاجة مهمة حاولت أدخل على جهزة الكمبيتر ما لقيتش معلومات غريبة مجرد شغلة عادي شغلة زي إيه؟ حاجزة عربيات وفيه سجلات بأسامي العملاء وسجلات بالعربيات المتاحة والعربيات المعزبين وكده يعني حاجزة العربيات طبعا مكتوب بأسامي العملاء فهمك دورت على اسم عنطر ما لقيتوش حاجز حاجة وارد جدا يكون اتعامل باسم مستعار تاني وإمتى اتصل بيهم يحجز عربية؟ الساعة 3 و 12 دقيقة في سجلات حاجزة العربيات شوف في التوقيت ده إيه اللي اتطلب عميل حجز عربية جيب وعميل تاني حجز عربية إسعاف مجهزة غريبة قوي أن مكاتب إيجار السيارات بقت بتأجر عربيات إسعاف فهمت ليه عنطر كان بيشتري معدات طبية وليه طلب عربية إسعاف؟ ليه؟ لأن عنطر شغال مع عصابة تجارة أعضاء بشرية حسن حياته في خطر ولازم ننقذه في أسرع وقت بس إزاي؟ إزاي؟ يا ترى نور وأصدقاؤه هيتصرفوا إزاي؟ بيتحيالي هنلاقي حراسة جديدة هناك ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر